لكن يا دكتور في ناس ما ينفعش تصوم وده قرار الأطباء وهم اللي بيقولوا انت ما تصومش وانت سوم للناس المرضى خصوصا بقى الناس اللي عندهم أمراض مزمنة هنفكر بعض ونفكر الناس ايه هي الأمراض المزمنة اللي ما ينفعش فيها الصيام نبتدي بمريض الكبد مريض الكبد ممكن نقسمهم إلى ثلاث أنواع في نوع ممنوع من الصيام وفي نوع الصيام بالعكس هيفيده وهيحسن حالته وفي نوع الصيام لن يؤثر عليه سواء بأنه هو يفيده أو يضره طبعا هيصوم ولكن مالوش تأثير صحي عليه مريض الكبد اللي عنده تليف في الكبد وقصور في وظائف الكبد يعني فيه نسبة صفرة عالية فيه استسقى في البطن بيدخل في غيبوبات ده ممنوع تماما من الصيام علشان احنا اكتر من 8 ساعات بيبتدي مفروض من الصيام مفروض الكبد بيستخدم الجلايكوجين اللي هو متخزن فيه في العضلات كمصدر للطاقة لما الكبد بيكون فيه تليف أو فيه قصور في وظائفه ومش شغال ما بيبقاش الموضوع ده بيتم بالشكل الصحيح فهيحس بهبوط هيحس بتعب ممكن برضه المنع عن الاكل والمية والحاجات دي يدخلوا في غيبوبات فمريض التليف الكبدي اللي عنده قصور وضعف فيه وظائف الكبد أو فشل الكبدي ده ممنوع تماما من الصيام وليه عذره تماما فيه بقى نوع تاني اللي هو مريض الالتهاب الكبد المزمن اللي هو عنده فيروس بي عنده فيروس سي لكن ما عندهوش تليف في الكبد أو عنده تليف في الكبد من الدرجة الأولى اللي هي وظائف فيه جزء من الكبد متليف لكن وظائف الكبد بتاعته طبيعية ما عندهوش صفرة ما عندهوش أي أعراض قصور في وظائف الكبد ده برضو ما فيش مانع إنه هو يصوم الصيام مش هيضره فده يصوم كأي إنسان طبيعي مع تنظيم الأدوية بتاعته طبعاً الأدوية هننظمها زي ما بتتاخد بدل ما هي بتتاخد طول اليوم هنقسمها في الفترة اللي هي من الفطار إلى الصحور نيجي بقى للجزء المهم اللي هو المريض الكبد اللي هيستفيد من الصيام دلوقتي بعد الحمد لله حملة القضاء على فيروس C وإن فيروس C ابتدى دلوقتي يقل جداً في مصر وما بقاش يعني للخوف منه أو هو رقم واحد بقى في حاجة اسمها الكبد الدهني أو دهون الكبد وده دلوقتي موجود في 90% من الناس نتيجة زيادة الوزن وخصوصاً منطقة البطن والعادات الغذائية الخاطئة رقم واحد في علاج دهون الكبد هو النزول التدريجي في الوزن وتقليل الدهون في الأكل ده اللي هيستفيد جداً من الصيام المتقطع اللي هو الصيام رمضان بحيث ان احنا بنقلل كمية السعرات الحرارية اللي دخلة بس يعني إيه لازم بقى يبقى فيه شوية التزام في الفترة اللي من الفطار للصحور ماينفعش ان احنا نصوم 16 ساعة ونيجي في الفترة دي نعوض اللي كنا مفروض نكله أكثر هنتكلم عليها يا دكتور ومش هنسيبها لكن خلينا نقول نعدي على الأمراض علشان الناس اللي بتتفرج علينا يبقوا عارفين مين يصوم ومين ما يصومش تمام يبقى زي ما قلنا مريض الكبد اللي عنده تليف في الكبد وقصور في وظائف الكبد ما يصومش مريض الالتهاب الكبدي المزمن نتيجة أي فيروس نتيجة التهاب مناعي أو تليف في الكبد من الدرجة الأولى اللي هي وظائف الكبد طبيعية يصوم مريض الدهون الكبد يصوم وهايستفيد نيجي للجهاز الهضمي الالتهابات والتقرحات والحاجات دي كلها قرحة المعدة النشطة الحادة ما يصومش يعني لو عنده قرحة في المعدة بس قرحة لسه متشخصة حالا وممكن تكون كب تنزف وعملاله وجع وترجيع وكده وقرحة حادة نشطة ده وخصوصا قرحة الاثنى عشر علشان قرحة الاثنى عشر اللي هي الجزء اللي من اللق معاه اللي بعد المعدة وجود الأكل بيريح المريض عشان بيخفف العصارة الحمضية وبيخلي العصارة الحمضية ما تروحش على القرحة وتنشط الالتعب فيها يعني بيريح المريض من الألم؟ اه في قرحة الاثنى عشر الأكل يريح المريض علشان الأكل بيخفف العصارة بتاعة المعدة يخلي العصارة ما تروحش على القرحة ودي ممكن بتعمل كوي للقرحة لو هي بدون أي أكل فده برضو مسموح لي أنه هو يفتر وده مفروض ما يصومش لكن الالتهابات المعدة العادية القرحة المزمنة اللي هي بقالها شهر واثنين والمريض ماشي على أدويته والأمور ماشية كويس ده ما فيش أي مانع من الصيام بالعكس ده التهاب المعدة يعني التهاب العادي مش قرح ده بالعكس بيتحسن بالصيام لأن احنا بندي راحة للمعدة بنيدي راحة لجدار المعدة بنيدي راحة بنيدي فرصة للغشاء المخاطئ مبطن للمعدة أنه هو يشتغل بشكل كويس فدول اللي هما ممكن يعني يفتروا في رمضان طب الناس اللي عندها ارتجاع في المريء يا دكتور وإحنا يمكن عملنا حلقة كاملة عن موضوع ارتجاع المريء ده يصوموا برضو ده سؤال جميل جدا علشان ارتجاع المريء اللي هي مريء بيشتكي من حموضة من إحساس بالارتجاع حرقان في فم المعدة ده يعني قلمة نشوف مريد ما عندوش أي حاجة من الأعراض دي ده يصوم ولكن لي بعض المحاذير وبعض التعليمات أولا الصحور والأكل والنوم ده ممنوع تماما إن احنا نتصحر متأخر وبعد الصحور ننام على طول لأ طبعا على الأقل ساعتين بين الصحور وبين النوم فإحنا نتصحر ممكن بعد كده نصلي نضيع وقت في ساعة إلى ساعتين ويفضل ساعتين علشان ما يتصحرش وينام مفروض الصح إن احنا برضو بعض أنواع المأكلات يقلل منها المسبك والحراء الشطة الفلفل المقليات طبعا علشان يعني المريض يستجيب والأمور تبقى كويسة لازم يعني إذا أردت أن تطوع فأمر بما هو مستطاع ما ينفعش تبقى فيه لستة كاملة من الممنوعات يعني بنشوف إيه ورقة مضبوعة وص وظهر ممنوع المقليات وممنوع كذا وممنوع كذا يبقى العين هيكل إيه لكن آه في حاجات ممنوعة تماما زي الفلفل والشطة نقلل من المقليات بس طالما المريض ماشي على أدويته الدواء اللي بيقلل الحمض بتاع المعدة لو مرة في الأسبوع مرتين في عزومة في حاجة يعني لخبط شوية في الأكل طالما بياخد الأدوية بتاعته يعني مرة أو مرتين في الأسبوع في شهر رمضان نتيجة تقوص شهر رمضان أو كده ما فيش فيها مشكلة طيب قولون بقى دكتور وده مشكلة الناس كلها القولون في شهر رمضان طبعا مشكلة الناس كلها القولون العصبي وده اضطراب وظيفي في القولون مش نتيجة التهابات أو قرح أو حاجة لا ده بيبقى اضطراب في حركية القولون والجهاز الهضمي بشكل عام نتيجة التوتر وضغوط الحياة وكده أولا إحنا علشان نشخص القولون العصبي لازم نكون الأول عملنا فحوصات وكشفنا على المريض كويس وتأكدنا أنه ما فيش أي مرض عضوي ماينفعش أي حد عنده مغس شوية انتفاخات وكده إنساك استهال نقوله لا لا ده قولون عصبي على طول لازم الأول نتأكد علشان ما نضيعش حالات تكون فعلا عندها والله يا دكتور يعني هو المرضى مش هقول المرضى الناس العادية بقت وغدى كلمة قولون عصبي دي زي ما هي حجة أي حد يقوله أنا عندي قولون عصبي فخلص مش هاكل ده أو هاكل ده بالضبط وفي الأخر بيأكل كل حاجة على ذلك ما إحنا بنحاول إيه طالما بيبقى فيه يعني مسموحات بحد معقول والممنوع ممنوع مريض القولون العصبي في رمضان هتكون مشكلته مع الوجبة الرئيسية في رمضان وهي الفول الفول طبعا من البقوليات والبقوليات هتتعب القولون جدا فيه رمضان فبنقول إن إحنا مشكلة الفول مع القولون في قشر الفول فهو لو أكل فول مقشور أو جاب الفول وقشره إلى حد كبير مش هيتعبه طبعا منتجات الألبان ممكن تتعب شوية فيه القولون نحاول نقللها على قد ما نقدر فيه بعض الأدوية زي اللي هي فيها الكربون اللي هي ممكن تتاخد بتريح الانتفاخات وبتريح لو فيه إمساك موجود هتريحه الحاجة الكمان المهمة اللي بيشتكي منها الناس الإمساك في رمضان شرب المية مهم جدا جدا المية على الريء أو لما المدفع يضرب إما بنشرب كبية لبن سائع أو كبيتين مية فاترين علشان نتجنب مشاكل القولون من ناحية الإمساك علشان يعني نمشح حركة تشتركوا في القناة شكرا